وقعت اشتباكات عنيفة بين مسلاح فصيلين متناحرين مواليين لميليشيات الإخوان الإرهابية في محافظة تعز وذكرت مصادر محلية أن المواجهات انحصرت في محيط مدرسة ناصر بشارع 26 ستمبر وأكدت المصادر سقوط قتيل وعدد من الجرحى من المواطنين مشيرة إلى أن القتل يدعى أحمد نبيل ووضحت أنه تلقى عيرين ناريين مضيفة أن الأهالي فشلوا في سحبه من محيط الاشتباكات وذلك لإسعافه حتى فارق الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر